السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلب وطلبات الصف الخامس لابتدائي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم معاكم باسمها محمد إن شاء الله النهاردة يا أولاد هنستكمل مع بعض الوحدة الثالثة والمفهوم الأول التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي النهاردة عندنا من نشاط 11 إلى نشاط 13 في بداية كل درس لازم أعرف النواتج التعالون بتاعتنا أول حاجة إنك تقدر تطور نموذج للتفاعلات بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي اتنين إنك تقدر تحدد الخصائص المميزة للأنظمة البيئية المختلفة تلاتة إنك تصنف الأنظمة البيئية الموجودة على الأرض كأجزاء من الغلاف المائي والغلاف الأرضي والغلاف الجول النهاردة عندنا من نشاط 11 يا أولاد هو لاحظ كعالم وهنتكلم فيه عن الأنظمة البيئية المائية طبعا إحنا عارفين إن الأنظمة البيئية المائية هتنقسم إلى الأنظمة البيئية المائية المالحة والأنظمة البيئية المائية العزبة وكل منهم كل من الأنظمة البيئية المائية المالحة أو العزبة كلا هما بيختلف عن بعض في خصائصهم ومكوناتهم فمثلا ما قدرش أجيب الحيتان اللي بتعيش فيه البحار والمحيطات واللي بتتميز بوجود المياه المالحة واقدر أخليها تعيش في الأنهار أو البرك أو الجداول وكذلك أناديل البحر يا أولاد هنا ما تقدرش تستطيع العيش إلا فين إلا في البرك والجداول المائية طبعا لأن الأنظمة دي الموجودة في البرك والجداول المائية بتكون مختلفة تماما عن المحيطات والبحار وزي ما قلنا إن البحار والمحيطات دي المياه بتاعتها بتبقى مياه مالحة والجداول والبرك بتبقى مياه عزبة فكل منهما كل نظام فيهم ليه خصائص ومكونات بتميزوا عن الآخر هنتكلم النهاردة ونتعرف على البرك البرك دي علمية بتاعتها أولاد عبارة عن مياه عزبة ورقدة يعني إيه مياه رقدة؟ يعني مياه ما بتتحركش المياه ما بتتحركش نوع الكائنات الحية الموجود في البرك بيكون بينمو فيها أظهار اللوتس وكمان هنا الحشرات بتقدر تضع بيضها وبتعيش فيها ليه يا أولاد بتعيش الحشرات بتعيش في البرك وبتضع البيض بتاعها في البرك حشان إحنا لسه قايلين المياه بتاعتها مياه رقدة ما بتتحركش فبالتالي البيض مش هينجارف مع المياه كمان بيعيش فيها السامندر اللي بيتغزى على الحشرات الموجودة بيها وكمان أنواع من الديدان اللي بتعيش في قاع البركة زي ددان العلق يبقى نقول تاني كده البرك دي المياه بتاعتها بتبقى عزبة ولكن راقدة ما بتتحركش الكائنات الحية اللي بتنمو فيها زي النباتات زي عندي ظهرة اللوتس وعند الحشرات هنا بتقدر تضع البيض بتاعها علشان المياه دي مياه راقدة ما بتتحركش فبتحافظ على البيض بتاعها وكمان أنواع الديدان زي ددان العلق اللي بتعيش في قاع البركة كمان عندي الجداول المائية الجداول المائية بالنسبة للمياه بتاعتها أو نوع المياه بتاعها هي مياه عزبة وبتكون بردة وجارية يعني إيه جارية يا ولاد زي ما احنا شايفين كده في الصورة مياه سريعة للتضفق مياه جارية سريعة للتضفق بتتحرك الكائنات الحية اللي بتعيش في الجداول عندي بها أسمك السلمون اللي هي بنسموها المرقد أو سمك السلور اللي هو بنسميه القرموت وكمان بيعيش جراد البح ولو شفنا كده على الصخور اللي موجودة حوالين الجداول هنلاحظ أن بتتلتصق بها الطحالب وبالعشان كده بتكسبها اللون الأخضر لأن الطحالب بيبقى لونها أخضر يبقى المياه بتاعت الجداول مياه عزبة وباردة وسريعة التضفق وبيعيش فيها السلمون والسلور وجراد البح وكمان بيلتصق على الجدارها أو على الجدار الصخور الطحالب في الجداول بالنسبة للمحيار ومحيطات اتكلمنا عنها كتير وهنزود معلوماتنا النهاردة وإحنا عرفنا أن البحار والمحيطات بتتميز بمساحة شاسعة أو مساحة واسعة المياه بتاعتها مياه مالحة وبتتحرك باستمرار بفعل الأمواج الأمواج دي بتحدث إذا يا أولاد نتيجة طبعاً لطيارات الرياح الشديدة فبتبتدي تحرك المياه بتاعت البحار والمحيطات في صورة أمواج وبتكون اسمها طيارات المحيط بتدور حول العالم أو حول الكرة الأرضية في نمط معين بيبقى اسمه طيارات المحيط الكائنات الحية الموجودة في البحار والمحيطات يا أولاد هنلاحظ نلاقي الدلفين نجم البحر عشب البحر سمك مفطح مثل سمك موسى وهلاق أنواع كتيرة جداً من الكائنات الحية من النباتات والأسماك المختلفة لأن احنا زي ما قلنا البحار والمحيطات دي مساحة واسعة جداً 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 من المياه المالحة فبيعيش فيها أنواع مختلفة كتيرة من الأسماك والنباتات اللي بتعيش في المياه المالحة واتكلمنا وقلنا طيارات المحيط هي عبارة عن إيه؟ قلنا عبارة عن حركة دوران مياه المحيط باستمرار حول العالم في أنماط يبقى طيارات المحيط نولى مع بعض مرة تانية حركة ودوران مياه المحيط باستمرار حول العالم في أنماط وكمان قلنا أن البحار والمحيطات دي من أكبر الأنظمة البيئية المائية احنا قلنا البحار والمحطار بتشمل قد ايه من كمية المياه اللي موجودة على سطح الارض 97% يعني مساحة هائلة جدا من الماء اللي موجود على سطح الارض فبالتالي بتضم بيئات بحرية عديدة من الانظمة البيئية الاصغر منها هنا بيديني سؤال وبيقول لي ما الفرق بين نوع المياه في البحار والجداول يا ترى نوع المياه اللي موجود في الجداول مياه ايه والمياه اللي موجودة في البحر نوعها ايه طبعا احنا قلنا البحار دي بتتميز بوجود المياه المالحة اما بالنسبة للجداول هتتميز بوجود المياه العزبة حركة المياه في البحار والمحطات يا ولاد اتكلمنا وقلنا بتوجد على شكل ايه؟ على شكل امواج طيب يجي سؤال تاني بيقول لي لماذا تضع الحشرات بيضاها في البرك؟ للحشرات بتبتدي تضع البيض بتاعها في البرك طبعا احنا قلنا ان البرك دي المياه بتاعتها بمياه راقدة وبالتالي ما بينجرفش البيض مع حركة المياه يبقى نوع تاني الحشرات دي بتضع البيض بتاعها في الانظمة البيئية الموجودة في البرك ليه؟ عشان مياه البرك بتكون مياه راقدة مياه لا تتحرك فالبيض لا ينجرف بعيدا عن الشظئ بيقول لي سؤال اخر اذكر أحد الأمثلة على كيفية تفاعل الغلاف المائي والغلاف الحيوي في أحد الأنظمة البيئية المائية اذكر أحد الأمثلة على كيفية تفاعل الغلاف المائي والغلاف الحيوي في أحد الأنظمة البيئية المائية طيب إحنا قلنا برضو إن بيعيش سمك الأرميد وده بيمثل الغلاف الحيوي لأنه كائن حي بيعيش في مياه باردة ومتضفقة المياه هنا هتمثل الغلاف المائي بيعيش فيها يولاد وبيجد فيها كل ما يحتاجه إلى العيش فإذا هنا في تفاعل بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي نشاط 12 بيقول لي سجل أدلة كعالم وهنتكلم فيه عن أهمية الماء للكائنات الحية والسؤال الرئيسي بتاعنا كيف يتفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف المائي على سطح الأرض احنا اتكلمنا عشان نتنجاوب السؤال دي ولاد لازم نعمل فرض ودليل وتفسير علمي الفرض اقول في ايه؟ طبعا احنا عارفين الكائنات الحية بتعتمد في الغلاف الحيوي للأرض على التفاعلات مع الغلاف المائي للبقاء يبقى الفرض بتاعي ان الكائنات الحية بتعتمد في الغلاف الحيوي للأرض على التفاعلات مع الغلاف مين؟ مع الغلاف الماء حتى تبقى طيب بالنسبة للدليل طبعا الدليل بتاعنا ان احنا رأينا كثير من الكائنات الحية بتستخدم الماء في البلك مثلا الموجودة في الحضائق كمان المطر بيمد النبات بالمياه اللي بيحتاجها للنمو احنا اخذنا في الترمي الاول ان النبات بيحتاج او من الاحتياجات الاساسية للنبات الماء حتى ينمو وكمان الانسان بيمارس انشطة طرفهية زي السباحة في الماء وكمان العديد من الحيوانات بتجد ان الماء او بتتخذ من الماء موطن له فاذا بتجد ما تحتاجه للبقاء؟ يبقى دا الدليل بتاعنا اما بالنسبة للتفسير العلمي هنقول ان بيتفاعل الغلاف الماء لسطح الارض مع الغلاف الحيوي لعندما تعيش فيه كائنات الحية وتستخدمه لتلبية احتياجاتها طبعا هنا بيتفاعل الغلاف المائي والغلاف الحيوي ازاي؟ الكائنات بتعتمد على الماء كمأولها او كمسكن لها كمان ان بعض الحيوانات بتستخدم الماء للحصول على الغذاء منه وكمان الانسان والحيوان بيعتمد على الماء او على شرب الماء للبقاء على قيد الحياة مفيش كائن حي يقدر يستغنى عن شرب الماء كمان النباتات بتحتاج الماء في عملية النمو يبقى هنا حدث تفاعل بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي من خلال الاربع نقاط اللي قدامنا دولا ان الكائنات الحية فعلا مش هتقدر تستغنى عن الماء وهتقدر وهتتفاعل مع الغلاف المائي عندي في نشاط 13 حلل كعالم وهيتكلم عن مسطحات مائية ملوسة بالبلاستيك علماء الهيدرولوجيا يا ولاد العلماء دول مهتمين بدراسة المياه العلماء دول مهتمين بدراسة المياه وكل ما يتعلق بالمياه وكيفية تفاعل الغلاف المائي ده مع الاغلفة الاخرى على الارض اذكركم كده بالاغلفة الموجودة على الارض كلمنا عن الغلاف المائي والغلاف الارضي والغلاف الجوي والغلاف الحيوي طيب ازاي التفاعل هيحدث بين الغلاف المائي وكل الاغلفة الموجودة على الارض هنقول مثال جريان الماء عبر الارض يا ولاد الماء اللي ما بتجري على الارض ده عبارة عن تفاعل ايه الماء تفاعل غلاف مائي والارض هنا غلاف اردي يبقى حدث تفاعل بين الغلاف المائي والغلاف الأرضي وكمان تأثير الماء في الكائنات الحية زي ما احنا قلنا أن فيه كائنات بتعيش في الماء وفيه كائنات بتعتمد على الماء في الشرب وفي النمو يبقى إذن هيحدث تفاعل بين الكائنات الحية اللي بتمثل الغلاف الحاوي والغلاف المائي وكمان الماء بيتبخر في الهواء بيحدث تبخر للماء يبقى هنا حدث تفاعل بين الغلاف المائي والغلاف الجوي يبقى هنا بيدرسوا كل أمر بيتعلق بالماء ولكن العلماء دول زاد القلق بتاعهم بالنسبة للماء إيه اللي قلقهم؟ إيه بفكرة القلق اللي جات لهم؟ بسبب كمية التلوث البلاستيكي اللي موجود في الغلاف المائي وطبعاً ده بسبب الإنسان ودي نقطة تكلمنا عنها في الترمي الأول وكلمنا عن التأثير السلبي للمنتجات البلاستيكية طب تعالوا كده نشوف مع بعض الجسيمات البلاستيكية دي بتعمل إيه؟ نتذكر كده مع بعض؟ إحنا قلنا إن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة دي في منتهى الخطورة يا ولاد وبتسبب تسمم طب هتنتقل إزاي؟ الجسيمات البلاستيكية دي هتنتقل إزاي؟ قالك النقل الرئيسي لها هو الأنهار الأنهار بتنقل البلاستيك من البر إلى المحيط أو البحر وبتدي تتفكك المخلفات البلاستيكية دي اللي موجودة في الغلاف المائي إلى جسيمات صغيرة طب إزاي تتقصرت وبقت جسيمات صغيرة؟ نتذكر كده مع بعض؟ قلنا إن الشمس والرياح وحركة الأمواد من العوامل الأساسية بتدي تقصر الأجسام البلاستيكية إلى جسيمات صغيرة جداً وسميناها الجسيمات البلاستيكية وإن الجسيمات البلاستيكية دي عبارة عن قطع طولها أقل من خمسة ملي متر يعني حاجة صغيرة جداً وإن الجسيمات البلاستيكية دي بتنتشر في الكرة الأرضية عموماً من أعلى مكان في الأرض إلى أعمق جزء في المحيط يعني بتنتشر على جميع القرى الأرضية وإن المحيطات دي بتحتوي على كمية كبيرة منها وده طبعاً بيأثر على الحياة البحرية بشكل كبير وبتأثر على الأسماك والحياة البحرية أيضاً طيب تعالوا نتذكر مع بعض برضو من أضرار الجسيمات البلاستيكية إحنا قلنا الجسيمات البلاستيكية أقصر ضرراً على الكائنات الحية من المخلفات البلاستيكية الكبيرة نتذكر كده مع بعض قلنا لما الجسيمات البلاستيكية الكائنات البحرية بتعتبرها طعام لها أو بتحس أو بتعتقد إن هي طعام لها فبتبتدي تكلها فيحدث لها تسمو وطبعاً ده يسبب ضرر لمين؟ ضرر الإنسان والحيوان اللي بتغذب على الكائنات البحرية يعني مثلاً هنا الأسماك بدأت تتناول أو تاكل الجسيمات البلاستيكية يجي الإنسان يأكل الأسماك يبقى أصيبه هو كمان بالإيه؟ بالأضرار بتاعة الجسيمات البلاستيكية وبالتالي بتدخل الجسيمات البلاستيكية ضمن السلسلة الغذائية بتاعتنا طيب لما جمع العلماء دولم يا أولاد حابوا يعرفوا أكتر عن تأثير الجسيمات البلاستيكية وحابوا يقولوا العوامل اللي أسرت أو أدت إلى التلوث في الماء والتربة واجدوا أن الجسيمات البلاستيكية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أكياس بلاستيكية متهلكة طبعاً إحنا لو بتاكل سندويتش مثلاً ورمية الكيس بتاعك في المية بتاعة البحر أو النهر أو المحيط الكيس ده مع الوقت بيتقصر إلى جسيمات بلاستيكية وكذلك مواد التعبئة أو التغليف كمان الصيادين يا أولاد لما بيكون عندهم خيوط صيد متهلكة بيرموها في البحر فبتتحول برضو إلى جسيمات بلاستيكية يبقى دي كلها عوامل بتؤدي إلى وجود الجسيمات البلاستيكية اللي بعد كده هيعتبرها الأسماك أنها طعام لها أو هتعتقد أنها طعام لها وتبتدي تتسمم بوجود الجسيمات البلاستيكية بيقول لي سؤال مهم أوي كيف دخلت هذه الجسيمات البلاستيكية إلى الماء والطربة إزاي دخلت الجسيمات البلاستيكية إلى الماء والطربة وهل يمكن أن تصل إلى الكائنات الحية في الغلاف الحيوي طيب تعالوا نشوف مع بعض أكيد السبب ورده يا أولاد هو الإنسان هو من اللي كان بيرمي المخلفات البلاستيكية في الأنهار أو على الشط ما هو الإنسان لما كان بيشرب إزازة مية ويرميها على المية أو يشرب أو يأكل مثلا سندويتش ويرمي الكيس بتاعه في المية طبعاً الأزايز دي أو المخلفات البلاستيكية من أكياس أو زجاجات بلاستيكية بتتحول بعد كده إلى جسيمات بلاستيكية وبالتالي بتدخل السلسلة الغذائية زي ما قلنا ويبتدي الأسماك تتغذى عليه ويجي الإنسان يتغذى على الأسماك يبقى كده كده الجسيمات البلاستيكية دخلت السلسلة الغذائية عن طريق أنشطة الإنسان المختلف زي ما احنا شايفين كده في الصورة يا أولاد أنا عندي هنا زجاجة من المخلفات البلاستيكية طبعاً بفعل الشمس زي ما قلنا والرياح والحرارة بدأت تتقصر إلى جسيمات صغيرة اللي احنا قلنا حجمها بيقل عن 5 ملي مت ويبتدي الأسماك تعتقد أنها غذاء لها وتتناولها ويجي الإنسان يصطاد الأسماك وبالتالي يتغذى عليها فبيتالي بيوصاب برضو بأضرار الجسيمات البلاستيكية تعالوا بقى مع بعض نشوف فقرة سؤال وجواب بيقول السؤال الأول أكمل العبارات الآتية يتمثل الغلاف نقط في الرياح التي تحرك الأجسام يتمثل الغلاف نقط في الرياح التي تحرك الأجسام طبعاً هنا الرياح اللي بتحرك الأجسام ضمن الغلاف الجوي ضمن الغلاف الجوي رقم اتنين يحدث تبادل بين نقط والمادة عند تفاعل أنظمة الأرض مع بعضها عند تفاعل أنظمة الأرض مع بعضها بيحدث تبادل لمين؟ للطاقة والمادة الطاقة والمادة رقم ثلاثة تعتبر النباتات من الموارد نقط حيث يمكن زراعة النباتات من البزور طالما أنا بقدر أزرع نباتات من البزور نتذكر كده مع بعض والبزور بتكون لي النبات الكامل والنبات الكامل بيكون لي أزهار والأزهار بتبتدي تنتج تاني بزور يبقى تعتبر كده النباتات من الموارد الإيه؟ من الموارد المتجددة نقول النبات والماء من الموارد المتجددة أربعة تربط الجداول ونقط بين المسطحات المائية مثل البحيرات والبحار تربط الجداول ونقط بين المسطحات المائية مثل البحيرات والبحار طبعا الجداول ورافو عليكم الأنهار رقم خمسة بيقول لي تغزي المياه الجوفية العزبة الينابيع ونقط تغزي المياه الجوفية العزبة الينابيع وطبعا إحنا قلنا المياه الجوفية دي بتتمثل في الينابيع والآبار الينابيع والآبار رقم ستة الغلاف نقط هو الغلاف الذي يحتوي على جميع المياه الموجودة على الأرض طالما بيتكلم عن المياه يبقى احنا طبعا بنتكلم عن الغلاف المائي وخد بالك احنا قلنا كل ما يشمل المياه هو تبع الغلاف المائي يعني لو قلنا جليد أو سلم يبقى تبع الغلاف المائي بخار الماء تبع الغلاف المائي الماء في صورته السائلة يبقى تبع الغلاف المائي رقم سبعة يروى النبات بالماء لكي ينمو يشير هذا إلى تفاعل غلاف نقط بالغلاف المائي تعالوا نحلل العبارة مع بعض قالك يروى النبات بالماء هنا عندي النبات والنبات ده عبارة عن غلاف ايه؟ النبات كأن حي يبقى تبع الغلاف الحيوي وعندي الماء يبقى تبع الغلاف المائي يبقى هنا طبعا فيه تفاعل بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي رقم 8 مكان يتضفق إليه الماء من منطقة عالية الارتفاع لمنطقة منخفضة الارتفاع في مصار محدد يطرق التعريف ده تعريف مين يا أولاد؟ مكان يتضفق إليه الماء من منطقة عالية الارتفاع إلى منطقة منخفضة الارتفاع في مصار محدد طبعا ده تعريف النهر ده تعريف النهر أو الأنهار رقم 9 تشمل الأنظمة البيئية المائية المالحة المناطق نقط مثل مناطق الشعاب المرجاني تشمل الأنظمة البيئية المائية المالحة المناطق أنا سمع ناسي برافو بتقول الضحلة مثل مناطق الشعاب المرجاني سؤال آخر بيقول لي اكتب المصطلح العلمي اكتب المصطلح العلمي مصدر للمياه يتكون عند التقاء الأنهار بالبحار مصدر للمياه يتكون عند التقاء الأنهار بالبحار احنا قلنا لما يجي نهاية النهر ويبدأ مع البحر أو المحيط كنا بنسميه المصاب يبقى المصاب هو مصدر بيتكون عند التقاء الأنهار بالبحار رقم اثنين يعتبر اكبر المسطحات المائية على سطح الارض ويحتوي على مياه مالحة من اكبر المسطحات المائية المالحة على كوكب الارض او على سطح الارض احنا طبعا قلنا اكبر المسطحات المائية المالحة هي البحار والمحيطات البحار والمحيطات رقم ثلاثة من مصادر المياه العزبة التي تخزن داخل الارض من مصادر المياه العزبة التي تخزن داخل الأرض. طبعا المياه العزبة اللي بتخزن تحت الأرض اللي بتدخل من خلال السخور المسامية دي كان اسمها طبعا المياه الجوفية. رقم أربعة المياه الصالحة للشرب والتي توجد في الأنهار والأمطار. المياه الصالحة للشرب والتي توجد في الأنهار والأمطار. طبعا احنا قلنا المياه الصالحة للشرب دي اسمها المياه العزبة وفعلا الأنهار والأمطار والمياه الجوفية بتتميز بوجود المياه العزبة. يبقى رقم أربعة الإجابة المياه العزبة. سؤال آخر بيقول لي ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد تمثل المياه العزبة نسبة 3% تقريباً من الغلاف المائي. تمثل المياه العزبة نسبة 3% تقريباً من الغلاف المائي. عشان فيه كتير مننا ياولاد بيلغبط في الجزئية دي، احنا قلنا 70% من سطح القرى الأرضية عبارة عن غلاف مائي. سواء بقى كان عزبة أو مالح. يتنم مع بعض. يبقى 3 تربع كرع أرضية مائي أو غلاف مائي. ولكن المياه العزبة قد إيه؟ هي 3%. والمياه الملحة بتمثل 97%. يبقى هنا السؤال بيقول لي تمثل المياه العزبة نسبة 3% تقريباً من الغلاف المائي؟ هقول له إجابة صحيحة. رقم 2 تحتوي المصبات على مزيج من المياه المالحة والمياه العزبة. تحتوي المصبات على مزيج من المياه المالحة والمياه العزبة. طبعاً احنا قلنا المصب هو نهاية أو التقاء نهاية النهر مع محيط أو بحر. وبيتميز النهر بوجود المياه العزبة وبيتميز البحر أو المحيط بوجود المياه المالحة. فإذاً المصب هنا فعلاً هيحتوي على المياه المالحة والمياه العزبة. يبقى العبارة عبارة صحيحة. رقم 3 قد تتغير الكمية الإجمالية للماء على كوكب الأرض. قد تتغير الكمية الإجمالية للماء على كوكب الأرض. طبعاً هنا العبارة عبارة خاطئة لأن هنا كوكب كمية الماء الموجودة على الأرض ما بتتغيرش ولا بتزيد ولا بتقل. هي ممكن يحصل لها إعادة تدوير ولكن لا تتغير القيمة الإجمالية للماء. رقم 4 تحتاج جميع الحيوانات والنباتات إلى الماء للبقاء على قيد الحياة. تحتاج جميع الحيوانات والنباتات إلى الماء للبقاء على قيد الحياة. طبعاً العبارة هنا عبارة صحيحة لأن جميع الكائنات الحية بتحتاج إلى المال سؤال آخر بيقول لي صود ما تحته خط صود ما تحته خط الكلمة اللي تحتها خط يا ولاد خطأ وعايزين نصودها تعتبر الأنهار من مصادر المياه المالحة طبعاً الأنهار هنا بتتميز بوجود المياه العزبة طب أنا أشيل هنا كلمة الأنهار مين اللي بيتميز بوجود المياه المالحة؟ طبعاً يا إما البحار أو المحيطات البحار أو المحيطات رقم اتنين يعتبر الماء من الموارد الصناعية الهامة على كوكب الأرض يعتبر الماء من الموارد الصناعية الهامة على كوكب الأرض طبعاً إحنا عارفين إن الماء ده مش مورد صناعي الماء ده يعتبر مورد طبيعي يبقى يعتبر الماء من الموارد الطبيعية الهامة على كوكب الأرض رقم ثلاثة تتكون الأراضي الراتبة عندما تلتقي مياه البحر المالحة مع مياه النهر العزب نقولنا لما يلتقي مياه البحر مع مياه النهر المالحة والعزبة مع بعض يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه المصاب يبقى هي تتكون المصاب عندما تلتقي مياه البحر المالحة مع مياه النهر العزب سؤال آخر اختر من العمود ألف ما يناسبه من العمود با واحد المحيط يا ترى المحيط هو مياه الأمطار التي تنتقل إلى الأنهار؟ ولا مسطح ماء محاضب اليابسة من جميع الجهات؟ ولا مسطح ماء هائل من الماء المالح؟ طبعاً المحيط هو مسطح ماء هائل من الماء المالح دي رقم واحد رقم اتنين بيقول الجريان الصفح الجريان الصفح هنا هيمثل مياه الأمطار التي تنتقل إلى الأنهار مياه الأمطار التي تنتقل إلى الأنهار سؤال آخر الغلاف الأرضي يطر يحتوي على جميع الكائنات الحية ولا يحتوي على البحار الموجودة على الأرض ولا يحتوي على المعادن والسخور والتربة نحن نتكلم عن الغلاف الأرضي يبقى هنا يحتوي على المعادن والسخور والتربة رقم اتنين الغلاف الحيوي طبعاً الغلاف الحيوي هنا هيشتمل على جميع الكائنات الحية أو بيحتوي على جميع الكائنات الحية البركة يطر تتمثل حركة المياه به في شكل أمواج ولا تتمثل حركة المياه فيه الجارية ولا تتمثل حركة المياه فيه المياه الراقدة هنا بيتكلم عن شكل حركة المياه ياولاد يطر في البركة كانت فيه المياه في صورة أمواج ولا مياه جارية ولا مياه راقدة طبعاً احنا قلنا البركة هتتمثل حركة المياه فيها في صورة المياه الراقدة عشان كده الحشرات كانت بتضع بضع في البركة رقم اتنين هيتكلم عن الجداول المائية يطر الجداول المائية بتتمثل حركة المياه فيها على شكل أمواج ولا على صورة مياه جارية طبعاً هنا بتتمثل حركة المياه في صورة المياه الجارية رقم واحد نبات يعيش في الماء يبقى يطرد تفاعل بين الغلاف الحيوي مع الغلاف الأرضي ولا تفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف المائي ولا تفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف الجول احنا بنتكلم عن نبات والنبات هيمثل الغلاف الحيوي والنبات ده بيعيش في الماء والماء بيمثل الغلاف المائي يبقى العبارة الصحيحة هي تفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف المائي رقم اتنين لعب الأطفال على رمال الشاطئ برضو الأطفال هنا يا ولاد بتمثل الغلاف الحيوي وبتلعب على الرمل الشاطئ والرمل هنا بيمثل الغلاف الأرضي يبقى العبارة الصحيحة يتفاعل غلاف الحيوي مع الغلاف الأرضي اكتب اسم المسطح الماء المناسب باستخدام بنك الكلمات نديني بنك كلمات يا أولاد وعايزين نحطها في مكانها الصحيح أول حاجة نديني البرك الجداول المائية المحيطات وبيقولي أول حاجة مسطح مائي مياه ورقدة مسطح مائي مياه ورقدة سكنة ما بتتحركش يبقى طبعا هنا الإجابة الصحيحة هيكون مين؟ البرك ولا الجداول المائية؟ للمحيطات طبعا هنا هيكون البرك رقم اتنين مسطح مائي عزب مياه وبردة وتتضفق بسرعة مسطح مائي عزب مياه وبردة وتتضفق بسرعة يبقى هنا بنتكلم عن الجداول المائية الجداول المائية انظر إلى الصورة المقابلة ثم حدد الأنظمة البيئية التي يحدث بها هذا التفاعل نبص للصورة كده مع بعض يا أولاد نشوف للصورة بيتمثل إيه؟ بيتمثل سحلية وسخور والسحلية هنا بتمثل مين؟ الغلاف الايه؟ الغلاف الحيوي والسخور هنا بتمثل الغلاف الأرضي يبقى هنا يحدث تفاعل بين الغلاف الحيوي اللي هي السحلية والسخور اللي بتمثل الغلاف الأرضي أي مما يلي يعبر عن تفاعلات حيوية؟ تفاعل حيوي يا طرى شخص بيأكل فكهة ولا ماء يتبخر من البحار؟ الشخص يا أولاد عبارة عن كائن حي طيب الماء اللي بيتبخر من البحر؟ لا ده ماء تبع الغلاف المائي يبقى هنا الشكل اللي بيعبر عن تفاعلات حيوية طبعا الرقم واحد هي الشخص اللي بيأكل الفكهة تعتبر البحار والأنهار أنظمة بيئية للمياه العزبة تعتبر البحار والأنهار أنظمة بيئية للمياه العزبة بيقول لي حدد الخطأ في هذه العبارة العبارة دي فيها حاجة خطأ عايزين نحددها طبعا هنا البحار احنا عارفين انها بتمثل المياه المالحة لكن الأنهار بتمثل المياه العزبة يبقى الخطأ هنا فين؟ تعتبر البحار والأنهار أنزمة بيئة المياه العزبة؟ هنا الخطأ في كلمة البحار تصنف الأنظمة البيئية على الأرض إلى نقطة أنزمة تتفاعل مع بعضها يترى أربع أنزمة ولا سلاسة ولا ستة ولا خمسة هنا تصنف الأنظمة البيئية على الأرض إلى أربعة أنزمة أربعة أنظمة السؤال الثاني بيقول لي من أمثلة المياه المالحة التي تغطي 97% من الغلاف المائي يا طرد بتكون مياه إيه؟ مياه جوفية ولا أنطار ولا أنهار ولا الخيجان طبعاً هنا 97% لو أنا هنا شفت يا أولاد المياه الجوفية دي مش مياه ملحة دي مياه عزبة والأنطار كمان مياه عزبة وكمان الأنهار مياه عزبة يبقى الثلاث إجابات الأولانين دولاً مش صحيحة يبقى طبعاً الأمثلة للمياه المالحة اللي بتغطي 97% من المياه هتعتبر الخيجان تعتبر أوراق الشجر جزءاً من الغلاف أوراق الشجر دي أولاد طبعاً من الكائنات الحية تبعاً النباتات يبقى يا طرد تمثل غلاف الجوي ولا الحيوي ولا الأرضي ولا المائي أكيد هتمثل الغلاف الحيوي تمثل الغلاف الحيوي توجد المياه نقط تحت سطح الأرض حيث تسربت إلى الأرض من خلال طبقة من السخور الرسوبية يا طرى البحيرات ولا الأنهار ولا الجوفية ولا المحيطات طالما تسربت تحت سطح الأرض بفعل السخور الرسوبية يبقى طبعاً بنتكلم عن المياه الجوفية المياه الجوفية من أمثل التفاعلات الغلاف الحيوي يطرى أسد يأكل غزالة ولا ماء يتبخر من بحيرة ولا تفتت السخور إلى رمال ولا انبعاس الغازات في الهواء احنا بنتكلم عن تفاعلات غلاف حيوي يعني كائنات حية بتتفاعل مع بعضها يبقى أكيد الإجابة الصحيحة يرقم واحد أسد يأكل غزالة أسد يأكل غزالة يمثل كل مما يلي حركة المياه في الأنظمة البيئية المائية ما عدا خد بالك من كلمة ما عدا بنتكلم عن حركة المياه يطرف الماء الجاري ولا بخار الماء ولا الأمواج ولا الماء الراقد خد بالك الماء الجاري بتحرك بخار الماء من الغازات اللي بتعتبر ايه حركتها سريعة وعشوائية خدناها في الترمي الأول والأمواج كمان بتتحرك أما الماء الراقد ماء سابت يبقى طبعا هنا ما عدا الماء الراقد وبكده كون حلقتنا انتهت النهاردة أتمنى يكون الدرس سهل وبسيط وقدرتوا تفهموه وإن شاء الله نتقابل مع بعض في حصة قادمة من حصة مابدة العلوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته